أعطيتكم رأي وتقييمي عن فيلم أفاتار The Way of Water لكن الآن خلونا ناخد أراء الناس وتقييمهم أشي رأيكم بفيلم أفاتار The Way of Water نبدأ بيك يجنن صراحة متع بصريا زي ما قلت أنا طبعا جاي عشان تقييمك إنه مرة حلوة وطلع فوق الخيال شفت إن البريفيو معنا يس أوكي سوى الفيلم أصلا مايتيب لأنه فنتازيا أحب دي الأفلام فعشرة من عشرة أنا مليون من عشرة مرة استمتعت من ناحية أكشن من ناحية إثار أنا خلاص مرة أحمست حتى لدرجة إني بدأت أدمع ثمانية من عشرة الفيلم رائع 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 من ناحية التصوير الإنتاج تحس كي لكل دقيقة فيه نمط جديد يعني أنا قاعد أتفرج على متعة بصرية أنا حاطي عشرة من عشرة متحمس الفيلم حتى لبسها الكمامة قاعد قوص معهم مرة أحب البحار الجزء هذا نقلنا للبحر يس فأفاتار هالمرة قسم بالله من أفضل أفلام اللي أنا أفرشتها تسعة ونص الفيلم شدني بشكل كبير مدته كانت طويلة بس نشديت معاه من أول الفيلم إلى نهايته الأحداث كانت متسارعة كان فيه أكشن مرة عالي أنا محبي الأكشن كهذا النوع من الأفلام ما كنت أتخيل إنه ممكن أقيمه عشرة من عشرة كقصة أنا صراحة مفهمت إنه هو أصلا مربوط بالجزء الأول فأصلا حتى لو فهمت حتي فهم قصة مختلفة بزا بزا حكنا ما شفت الجزء بكل أمانة للأمانة التقييم عشرة على عشرة صراحة شكرا على الفيلم الفيلم يفوت الفيلم جدا قوي من ناحث أكشن مقامرات دراما عشرة من عشرة رائع الفيلم متعة بصرية ومتعة سمعية شيء مرة كثير في الفيلم عجبتني ثمانية ونص الفيلم مرة في إنسانية في عشرة